مصول الأميرة كريستينا كمتهمة أمام القضاء السابقة في تاريخ إسبانيا كان لها واقع كبير في البلاد الحدث يجري في بالما حيث منحت الأميرة لقب الدوقة وبالمناسبة تظاهر مناهض الملكي مطالبين بإعادة إرسال جمهورية وآخرون كانت لهم مطالب اجتماعية عشرة المتظاهرين الإسبان تجمعوا بالقرب من محكمة ميورك ملوحين بشعارات مناهضة للملكية ومبدين الدعم الكامل لقاضي المحكمة التي تمثل أمامها كريستينا ابنة الملك الإسباني خوان كارلوس بتهمة التهارب الضريبي ويقول متظاهر ملكيتنا بالية والمؤسسات قاراوسطية وهي تحت حماية المافيا التي تمثل أساس الفساد في البلاد تقول أخرى إنها محمية من رئيس الوزراء راخوي لقد قال علنا إن كريستينا لن يوجه إليها اتهام ويقول هذا المتظاهر لا أعير اهتماما لاستدعاء الأميرة ولكن من المفاجئ أن نبذر 300 ألف يورو على الإجراءات الأمنية لفترة صباحية ربما نحتاج إلى صرف المبلغ على الحاجيات للمدارس والمستشفيات وتحوم الاتهامات حول نفقات شركة أيزون التي تتقاسم ملكيتها كريستينا وزوجها إيناكي أوردنغارين المتهم باختلاس أموال عامة وقد أضر ذلك بصورة الملكية في إسبانيا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة